أهلا بكم شباب على قناة كون العربي و قناة أولئب العالم العربي و العالم الكريبتو سوف تكون صديقي بيطار اليوم درسنا سيكون على نظرية Elliot أو Elliot Wave Theory كيف سنطبق على وضع البيتكون الحالي بكل بحالة خوف في المرحلة الحالية سوف شرح لكم قواعد الأساسية لنظرية Elliot لحتى تطمنوا لحتى تحسوا أنه لا في داعي تخافوا بالعكس تحول هذا الخوف لفرصة فإذا كنت جديد للقناة تشترك أكيد على الجرس و على الموبايل وضع لايك إذا استفدت من أي معلومة من هذا الدليل نظرية Elliot تحاول بسطة قد ما تستطيع بشكل الأساسي هي بسيطة بس كما تعمقت فيها كما تتعقض كثير بس ما في داعي أنك تعرف تعقيداتها لحتى تاخد فكرة جيدة عن السوق وتوقع شو ممكن يصيب ببساطة الركيزة الأساسية لنظرية Elliot هي الموجات دائما عندنا موجة دافعة وموجة تصحيحية دائما الموجة الدافعة تكون عبارة عن خمس موجات الموجة تصحيحية تكون عبارة عن ثلاث موجات تمام؟ فإذا Impulsive Move هي خمس موجات والCorrective Move ثلاث موجات ABC هذا يختلفوا بأشكالهم كل موجة هي عبارة عن خمس موجات وثلاث موجات أصغر تمام؟ يعني ضمن كل موجة من هيدون ستلاقوا فيها عندكم خمس موجات وبعدين ثلاث موجات الصحيحية تمام؟ نرجع خمس موجات وثلاث موجات الصحيحية تمام؟ شكل الموجات الصحيحية يختلف كثير في كثير أنواع لألة بس ما هذا موضوعنا حاليا موضوعنا كيف نشوف تشارت البتكون الحالي بنظرية Elliot فإذا جينا على تشارت البتكون الحالي على Frame Weekly نحن نعرف أنه كان قاعد بيرماركت عندنا هون فهي انطلاقة الموجة الأولى عملنا الموجة الأولى هون عملنا تصحيح لألة هون عملنا هاي الموجة الثانية عملنا الموجة الثالثة هي هون وهلأ عملنا الموجة الرابعة شو بيبقى عنا؟ يبقى عنا موجة خامسة تمام؟ يبقى عنا موجة خامسة إذا كنظرة أساسية بسيطة نحن عملنا موجة اثنين ثلاثة أربعة هاي ببساطة كل موجة من هيدون الموجات الدافعة الواحد والثلاثة مفروض يكون فيها خمس موجة تمام؟ يعني إذا كانت الموجة الأولى مثلا مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مثلا ممكن نحطها بلون أخضر مثلا بنعملها ماينر وبالتالي بيكون صار فيه عنا عنا موجة الصيحية A B C تمام؟ الموجة الثالثة مفروض تكون هون كيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تمام؟ وعنا موجة الصيحية تأتي A B C تمام؟ طيب هون هون بقى يختلف الشباب بتفاصيل هايضا الأمور لا نحكي لبكرة الصبح عن التفاصيل لأنه مثلا مثلا هون كانت A B C مثلا هيك كان في عنا هون هي A B C خلصت هون تمام؟ والواحد اثنين ثلاثة الموجة الأساسية انطلقت من هون هاي كانت الواحد تمام؟ هاي كانت الاثنين هاي ثلاثة أربعة خمسة فينا نضل لبكرة الصبح نتنقش بهذا الموضوع قد ما بدك تجيب Elliot Professionals رح يضل في خلاف هذا الموضوع بس ما في خلافة عليه هو الشكل العام تمام؟ لما تشوف في موجة بهذه القوة تمام؟ بعد موجة أولى واضحة فانت هاي دي حكما هي موجة الثالثة تمام؟ هلأ موجة الثالثة بالعادة بتكون أطول موجة بالعادة أحيانا بتكون الخامسة أحيانا الثالثة بس بالعادة الثالثة وبالتالي بيكون تصحيحة شوي أكبر هلأ هناك قواعد أساسية هاي القواعد ما بصير تخل في الموجات لحتى تعتبر بتطبق نظرية Elliot تمام؟ شو هي القواعد؟ القاعدة الأولى بتقولك من الموجة الأولى لازم تكون هي impulse أو leading diagonal تمام؟ يعني هاي دي الموجة الأولى لازم تكون إما دافعة أو leading diagonal بمعنى بيكون نوع من الوج يعني نوع من الوتد بس بقمم أعلى من قمم قيعان أعلى من قيعان هلأ هاي الموجة الأولى بتحقيق هذا الشرط ثاني شيء يقولك أن الموجة الثانية ما بصير تنزل تحت قاع الموجة الأولى إحنا هنا عندي إذا الموجة الثانية ما نزلت ثالث شرط بيقولك الموجة الثالثة هي تجد تكون دافعة وما بصير تكون أقصر ونحن لدينا الموجة الثالثة دافعة وكثير كبيرة. الشرط الرابع واللي هو بدي إياكم تركزوا عليه. لأنه هو سيحدد وضعنا الحالة بالبيتكون هل نحن ما زلنا بموجة دافعة ولا انتهى البولماركت بالنسبة لأليك؟ هذا الشرط هو سيحدد هذا الموضوع سيعطينا أسعار محددة لنعرف نحن بموجة دافعة وتصحيحية. وبالتالي الشرط الرابع يقول لك أن الموجة الرابعة لا يصبح تنزل لمنطقة الموجة الأولى. يعني لا يصبح تنزل تحت قمة الموجة الأولى. وبالتالي وين قمة الموجة الأولى هم؟ قمة الموجة الأولى عن 30950. حسنا؟ و 31000 فإذا الشرط الأساسي أن هذه الموجة الرابعة التي نحن هلأ فيها ما يصبح تنزل تحت الـ 31000. طالما أنه ما نزلت تحت الـ 31000 فإحنا استاتنا بموجة رابعة تصحيحية بهذا الترند الكبير وإسا عنا موجة خامسة جاي كبير. تمام؟ فإذا شوفوا قديش صعب بالنسبة نظرية قليوت أنه ينتهي البول ماركت فعليا. لازم البيتكون ينزل لتحت الـ 31000. اللي هي الشي برأيي بوضعنا الحالي شبه مستحيل. الآن إحصائيا قديش بالعادة بتصحح الموجة الرابعة من طول الموجة الثالثة؟ خلينا ننظف الموجات الصغيرة عشان نظلوا شايفين. إحصائيا الموجة الرابعة بتصحح ثلاثين بالمية لخمسين بالمية بالنسب فيبوناتشي من طول الموجة الثالثة. تمام؟ إذا اخذنا نحن فيبوناتشي ورسلنا على الموجة الثالثة. يطلع عندنا مستوى ثمانة وثلاثين هون ومستوى خمسين هون. تمام؟ فإذا أول شيء نحن وصلنا على مستوى ثمانة وثلاثين. وبس هيك الموجة الموجات التصحيحية التي عملناها هي ABC. طول C مساوية لطول A والتي بالعادة بتكون نسبة زهبية بمعنى measured move. هذه نسبة إحصائية عليا لطول C تكون نفسها طول A. تمام؟ وهذا الشيء صار. فإذا احنا وصلنا على ثلاثين فيبوناتشي من طول الموجة الثالثة. عملنا ABC بطول بعض. فإذا هذه النقطة ممتازة لا ينتهي فيها تصحيح. فلا سوى صار في ضغط زيادة بمعنى كان في ظروف معينة سوى الضغط. خلت السعر ينزل للخمسين. أو حتى الوستين فاصلت معين. فبالأخير هذه موجة تصحيحية. إذا تصبح موجة تصحيحية. لما تنزل تحت تحت تلاثين ألف. دولار. بس الموضوع بهذا البساطة. ما في داعي نعتقده أكثر من هيك. هاي فرصة شراء. اللي معه كاش. برأيي. لازم يشتري. الموضوع بيرجع لها لكم. كان شخص هو حر. بأمواله. وبأديش ريسك بدي يأخذ. بس بالعادة. من ما كان تصحيح. طول الموجة الخامسة. إحصائيا بيكون مثل طول الموجة الأولى. على الأولى نحن بنعرف إن البيتكون طدع من ال 15 ألف إلى 30 ألف تقريبا. وبالتالي عمل ضعف. فإذا نحن نهينا تصحيح عند 50 ألف. فنحن نحن عند ال 54 ألف. والمفروض يتضاعف من هون مضاعفة واحدة البيتكون. نوصل على 108 ألف. على حسب أي ما يخلص هذا التصحيح. نحن نعمل. قول الموجة الخامسة. هونيك بتكون الأرباح كلها لأنه هونيك بصير في عنا ألت سيزن. شفنا علائم وش رح للكون يا بفيديوهات سابعة. لازالك لازم. بجاء حضر الفيديوهات السابعة. علائم بداية تفوق الألت. وبالتالي تكون هكذا الأرباح خرافية بالنسبة للألت. إذن موضوع موضوع وقت. أحاموا الفيديو قريباً كنتنا ويعملوا بس حبيت تفرجيكم هذا الألية. أشرح لكم على الألية لحتى تطمنوا أكثر. إذن نرجع لتحليلي أنا والمناطق اللي أنا بنزلكون إياها بالعادة. ستجد أن المنطقة واحد خضراء. من هيك هي منطقة. لأننا بالعادة بحط فيها مجموعة من التحليل. تقريباً أكثر من أربع عنواة تحليل اللي ستطلع معي منطقة. وتضمن هذا المستوى اللي حكينا عنه. اللي هو تصحيح ABC إلى الـ 38 فيبناتشي من الموجة الثالثة. وبالتالي نحن ما زلنا ضمن المنطقة واحد. في حال أغلقنا تحت يشمع أسبوع لازم تكون. فغالباً نوصل لبداية المنطقة الثلاثة. على كل الأحوال أحدثت لكم في فيديوهات جاية على التوقعات. مهم شيء أن تشارك بالقناة فاعل الجرس وضع لايك لأنه في فيديو توقع جنوني. متوقعوا بفترة كثير أصيرة قريبة نزلتكم بفيديو جديد قريباً جداً ممكن يوم الثانين. فضروري جداً متابعة تابعنا على التليجرام القناة موجود كله بالروابط تحت. هذا الفيديو موافقين ما تخافوا حاولوا أن هذا الشيء يكون عبارة عن فرصة. كل شيء كمان على الآن ما تخاف لأنه التعويض سيصير كثير بشكل سريع مجرد ما ثبتنا القاع وخلص فترة التصحيح. هذا رأييها التحليلي هيك بيقول اليوت كمان نراكم على خير سلام. ترجمة نانسي قنقر